نهاردة منتخبنا الوطني للشباب فاز على الجزائر 3-1 وصعد لنهائي كأس العرب لمواجهة المتخب السعودي يوم 7 من الشهر الجاري هدف أول لصلاح باشا في المحترف الودنيزي في الديئة 10 وهدف تاني لعبد الرحمن رجلان في الديئة 40 ومحمد إبراهيم في الديئة 76 سجل هدف الجزائر الوحيد أخريب في الديئة 69 كده منتخبنا الوطني زي ما قلت لكم هيواجه السعودية يوم السبت اللي جاي ده بعدما المنتخب السعودي كسب المنتخب الفلسطيني في نصف النهائي الآخر مواجهة كبيرة بين الشقيقين الشقيقين منتخب المصري والمنتخب السعودي مواجهة إن شاء الله نتمناها رائعة جيل محترم جدا لمنتخبنا للشباب إن شاء الله يبقى نواة رائعة جدا لمنتخبنا الأول في المستقبل القريب والأداء حلو بتاع منتخب الشباب الفرج على المباراة النهاردة الأداء حلو في كورة وفي فنيات وفي لعبين هنتكلم عنهم في الأيام اللي جاية لعبين مش عايزة أتكلم عنهم دلوقتي بصراحة عشان يسيبهم مركزين مش أنا بس أنا عايزة الناس كلها تسيبهم مركزين في البطولة لحد النهاية مش عايزينهم تركزهم يروح مش عايزة أقولك إنه اللاعب ده هيبقى لعب عظيم جدا واللاعب ده هيبقى لعب كبير جدا واللعب ده هيبقى لعب خرافي جدا واللعب ده لازم يحترفش عايزة اقولي الكلام ده دلوقتي خلصوا بس البطولة وبعد كده نقول انه اللعيبة دي بإذن الله بإذن الله بزره لمنتخب مصر الاول ان شاء الله اللعيبة دي واعدة مش نجوم نقول الكلام بالالفاظ دي نختار الفاظنا عشان احنا خسرنا لعيبة كتير واحنا بنشوفهم في منتخبات الشباب ونقول عليهم ان هم لازم يحترفوا في ريال مدريد لازم يحترفوا في منتشستان ينايتد لازم يحترفوا في باريس سان جرمان خسرنا الكلام ده لما قلنا الكلام ده على بعض اللعبين